اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإهلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية من دكتور نيوترشن إذا هذا البرنامج كما نقول دائما بأنه حلقة التواصل ما بين الهيئة والمستمعين وعملاء أهالي عند أي اقتراح ملاحظة كل ما من شأنه يعني أن يساهم في تطوير الخدمات القطاع الصحي في إمارة دبي يعني أرقام التواصل معنا بتخبركم معنا الدكتورة ندل ملا صبح شر الله بالخير بدكتورة وبالعافية ما شاء الله ما خليتي شيء اليوم ما كلتي صباح الخير والنور والصروف هاليوم يوم الأثنين وأول يوم في شهر مايو وإحنا اليوم أعتقد كم شعبان أربع يمكن أو خمسة شعبان ما أعرف مبروك عيكم دخول شعبان والله يبلغنا رمضان إن شاء الله لا فاقدي ولا مفقودين ونذكركم برقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وموجودين لايف فقط إلى الآن على أكاونت هائة الصحة في الإنستجرام أكاونت نور دبي بعد أن نخلل التقنية بنحلة إن شاء الله والله في وايد يقولون أن البث يقطع ترى البث هذا من حسابي أنا بفلوسي ترى بفلوس محمود مداتا محمود ده أتماتي أنا يعني سامحوني أتمنى أن يكون يعني الجماعة هناك عندهم فكرة أن كيف يقدرون يخلصون من هذا الموضوع ويكون البث قوي إن شاء الله يا رب عموما دكتورة يعني نذكر بي يعني سلامة نذكر بسلامة سلامة اللي تسلم عليكم سلام عليكم كلكم والله سلامة طبعا المشروع السلامة هو الملف الطبي الإلكتروني الموحد اللي انطلق في مستشفى راشد مركز البرشة الصحي مركز دبي للمرض الجلدية مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وعيادات المطار ننصح الجميع اللي يزور أي من هالمشاءات يأخذ معا الأوراق الثبوتية اللي هي بطاقة الهوية بطاقة الصحية وبطاقة التأمين إن وجدت وأيضا نتعاون مع الكادر نطول بنا نوستع صدورنا قاعدوا وضيفوا تشاي قهوة ماي لما تخلص معاملاتكم وإجراءاتكم وإنشاء الله نصل جميعا إلى بر الأمان طيب دكتورة أعتقد بنطلع لايف على نور دبي نور دبي إن شاء الله عزيزين في حديثة هنا دكتورة الواي فاي عندكم بطيء طول الوقت هذا مو وفاي هاي بيزات محمود ذاته مو المحمود نزيل مثل ما لك البيزات جنتي نزيل ليش ماشي واي فاي في الستوديو في يعني بس هم اللي حين ما أعطون الباسفورد طيب دكتورة أحد كان يسأل أبا عرف أعراض دواء فيزان أنا قلتها فيران أول شي فيزان ما شو هالدواء احتمال يأخذ من برعد ترى يا جماعة كل دواء مركب كيميائي كلها أكثر من اسم حسب الشركة فمارات احنا ما نعرف اسماء الأدوية لما تيبونا دواء نقولكم هاتو العلبة نقرأ المركب الكيميائي ماله فسامحنا ما عرفت يمكن كاتب انت غلط أو ممكن دواء من برع أو دواء يكتب أخصائي فاذكروا ليشو الدواء ليشو السعمالة نزيل ما قدر أسمع ضحكة الدكتورة كله كاملة كله يقطع أحسن أنا عندي سؤال بعد ذنكم ايه الحل في التهاب اللوزتين لأنه عاملة صداعة غير عادي في راسي هل التهاب متكرر ولا بس مرة وحدة طبعاً إذا التهاب متكرر لازم نشوفك طبيب أنف في دونه حنجرة سلهم ويشلهم إذا يحتاج إذا يأثر مثلاً على الإذن الداخلية يسوي لك صداع مستمر قيء صديد يستوي حرارة عالية لا تستجيب المضادات طبعاً هاي مشكلة أخرى ولكن هذا شيء عرضي يعني مع الموسمة الحين إذا عندك التهاب في اللوز ممكن يكون فيروسي ممكن يكون بكتيري بالعادة اللوزتين لما يكبرون يلتهبون يكبرون يأثرون على القناة التصمى بين الأذن والحلق فتنسد القناة أحياناً فتسوي ضغط في الأذن ألم في الأذن تسوي صداع فطبعاً لازم نفحصك ولكن أنا أقدر أنصحك الآن لين ما تشوف الطبيب تاخذ أدوية مضادة للهستامين وتاخذ شيء للألم بس إذا استمر لازم تشوف الطبيب طيب اللي موجودين على أكاونت الهيئة يروحون على أكاونت نور دبي لأن نشتغل معانا يقولوا لي هالأكاونت وايد يقطع فانتقلوا معايا على أكاونت نور دبي له وسمحته نزين اليوم يا حمر بس من روج لي أكاونت نور دبي وما منكم معاكم على أكاونت الهيئة بعد خمس دقائق لأنه وايد شكاوى أن الأكاونت يقطع طيب ننتقل هنا بالفعل اللي بعده موجودين ينتقل على هذا في دراسة طبية تؤكد أن تدخين الحامل يؤثر في صحة أحفادها وخصوصا يعني ممكن يسبب خطر التوحد والله التوحد سهولة وايد أسباب محمود كل شيء قالوا لي يرتبط بالتوحد والله أنا شوف من الأم كله لا ترى كل شيء غير مفهوم يعني التوحد ما لقوا له تشخيص كاملي بسرعة ما لقوا له تشخيص كامل فدائما من نفس السرطان سمح الله تلاقي كل فترة يقول لك هالشيء مرتض بالسرطان هالشيء يزيد نسبة إصاب بالسرطان فيحاولون يحللون أكثر من السبب ففي ويد دراسة تطلع لي من يلقى السبب الرئيسي طيب ناخذ هذه المداخلة وبعدها إن شاء الله ما نرجع ما نتكلم عن هذا الموضوع من معنا؟ طارق شايف حالك؟ طارق هلا خير عليكم السلامة تفضل الله بالخير صبحك الله بالنور والسرور يا برحمة سألت وش حالك؟ طيبين إن شاء الله اليوم كنت متصل بث المباشر صحيح؟ نعم سماعتك الصبح نعم وحيد بكس موضوع ثاني طالبت اليوم اللي محمود أعلن فيه إن هذا الكل يتير يسجل فيه سلامة نفس اليوم الحربة شلت الأوراس وسجلت الأصغارية وهذا كله الملاحظة الحين بارك الله فيه صارت وين؟ أنا مالحش لثنان تقول لي ربع الساعة طبيب المعالج بس يدخل بيانات تقول قبل أن نسوي سلامة يعني حزت من تدخل طالب يعني الطبيب يأخذ وقته معه إذا المري صحيح لكن نسوي سلامة يقول ربع الساعة الدكتور يعني روح يحد هذا يعني يستغرب يعني يقول لا تدخل بيانات فهذه الملاحظة اللي حبيت أوصلها لكن يعني من اليوم اللي أنتوا أعلنتوا فيه أنا ثبت الجد طيب يعني أنا من نوع مبادر لكن شوف التلبيات إلا هاي يعني قبلها كان الوضع أفضل صح أنا بأقول لك شغلة طارق أنت خط الجانب الأولاني بس من سميت إعلان محمود أنا ما هذا إعلان الهيئة كان يعني لا 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 هو أعقصية بس ما علي أحيوه مش القضية طارق القضية وين القضية أني أنا قلت يا جماعة الخير هذا النظام الجزء الثاني من الكلام اللي أنا قلته بادروا وروحوا وسجلوا في النظام ولكن هذا النظام نظام يديد طولوا بالكم على الدكاترة طولوا بالكم على المهندسين النظام فيه له فوائد وايد كبيرة في المستقبل القريب بتلاحظون هذه الفوائد بتلاحظون هذا الأشياء الكبيرة اللي بتحصلونه من وراء هذا النظام هو أهمية هذا النظام فعشان تي أي شغلة يديدة مثل يبأي جهاز عندك في البيت يديد طارق أزين أول بادي ما بتشتغل عليه يديك ما بتاخذ عليه بسرعة صح هذا الكلام ولا أنا غلطان لا فضفوك كل يديد حبه شديد لكن هذا يديد هذا غير عند الاسم لا إن شاء الله هي المسألة بس في البداية الوقت ضايا يعني ضاع الوقت يعني طبيب يعني خلنا نكون 25 دقيقة يعني يعني يأخذها مع المريض ربع ساعة نقولي بضبط ضاعت بس هو يارس على جهاز الكمبيوتر كلامة سليم كلامة صح أنزيل بس أنا أقول لك إن شاء الله في المستقبل القريب شايف الوقت اللي ممكن تاخذه عند الدكتور وأن تقول أن الوقت قاعد يزيد في الفترة هذه لا هذه في المستقبل القريب الوقت عندها بينقص والإنتاجية ما أنت لها طبها بتكون أقوى وأيضا الدقة في الوصف الوصفة الطبية بتكون أكبر لأن أنت شايل ملفك الطبي معاك في التيلفون صحيح ولا شايل معاك في أي مكان ما في داعي يروحون يبون ملف ويسوون وما ندري كذا وبروزس طويل عريض صحيح ويت بتنتهي معاه فسامحنا على التأخير هذا اللي نحن متوقعينه يعني في البداية ولكن إن شاء الله يعني تصور الأمور تكون أفضل للحين أفضل لأن أنا أتمنى ذلك أنا مريت حتى مريت المستشفى من السبوع اللطاف كذلك ف يمكن الوقت اللي أنا مريت فيه ما فيه زحمة احتمال لكن ما شفت الزحمة توقعت أن تكون زحمة أكبر عنتي بس عموما إذا كالله خير يطار أنا وايد أشكرك على مسألة المبادرة عندك وإن شاء الله الكل يكون مثلك ونبشر الدكتور تبحى المشكلة طرحنا أول بادي الصمح يعني فما كنا نتمنى نوصل لكن وصلنا للبرد الحمد لله مدام أن حلت الحمد لله هي قناة تواصل الحمد لله يزيدي هي قناة تواصل في النهاية الواحد يحاول نوصل للك وإن شاء الله طويل عمرك يا طه شكرا حياك الله شكرا طيب الصوت ممتاز يقولون هنا شخ بارج دكتور ندى ما شاء الله منورة هلا ومريم شخ بارج قاد شخ بارج محمود أول عموما فاصل بعد الفاصل مناخذ موضوع الدراسة اللي تؤكد أن تدخين الحامل يؤثر في صحة أحفادها أرقام التواصل معنا 600551414 وعن طريق الرسال نصي على 4006 وموجودين على قناة نوردبي في إنستجرام فاصل وراجعين صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل فقارات برنامجكم برنامج صحة وسعادة تمكن أطباء قسم الجهاز الهضمي بمستشفى راشد من إنقاذ حياة مريض أسيوي عمره 64 سنة من موت متوقع إثر معاناته من نزيف إن حاج في المعدة كاد أن يودي بحياته للحديث عن هات تفاصيل العملية شو المرض اللي كان عند المريض شو كان حالة المريض بيكون معانا في الستوديو دكتور أحمد محمد خصوان اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقص المناظي بمستشفى راشد صباحك الله بالخير دكتور صباحكم الله بالخير شكرا جزيلا دكتور وبرد حق الدراسة محمود أقول ما نتكلم الدكتور تكلمنا دكتور عن حالة المريض اللي وصل لكم في مستشفى راشد اللي عنده متلازمة ديلافوا هالمسمى صحيح ديلافوا صح ديلافوا ما هي متلازمة ديلافوا صباحكم الله بالخير طبعا جميعا أنا أول شيء سألت شو هاي المتلازمة قالتلي والله ما عارف اسم الطبيب اللي اكتشفها اسمه ديلافوا فرنسي هو فالاسم فرنسي ديلافوا فهو نسبة للعالم اللي اكتشفها صباح سوي تحسل المتلازمة أبدأ طبعا بشكركم جميعا وشكر إزاعة نور دبي طبعا هذه الإصدافة الكريمة طبعا ديلافوا مثل ما حكينا هو عبارة عن الاسم المسمى الطبيبي اللي اكتشف هذه الحالة وهي من الحالات النادرة هي تدلش صراحة بشكل مختصر على وجود شريان شاذ في الموقع وفي الطبيعة بمعنى السادة المشاهدين ممكن عندهم فكرة أن الشريان عادة تكون الخلقة الإلهية تكون في المناطق العميقة للحماية ففي هذه الحالة يكون الشريان في الطبقة تحت المخاطية ويكون قطره تقريبا أكبر من القطر المتوقعة بحوالي عشر أضعاف وبالتالي يكون في حالة حدوث نزيف فيكون نزيف صاعق وحاد وشديد طبعا ديلافوا هذا الشريان الشاذ الموقع والطبيعة قد يكون متواجد في أي قسم من الجهاز الهضمي لكن المكان الأشعة له هو المعدة المكان القريب من الإحناء الصغير في المعدة طبعا لا يوجد أي شيء طبعا ممكن أحيانا تكون النزيف خفيف ويكون طبعا ذاتي التوقف لكن في حالات مثل الحال اللي نتكرر رح نتكلم عليها كان طبعا نزف صاعق وحاد وشديد وبالتالي طبعا مثل أستاذ المشاهدين بيعرفوا كون الشريان مرتبط تماما بنبضات القلب فعادة إذا بدأ النزف لن يتوقف حتى تقريبا يعني نفاد كمية دم من الجسم تماما كيف ممكن أنتم تشخصون شخص عنده هل متلعزمة ولا لا يمكن تشخيصه من قبل إلا أن يحدث النزيف طبعا لا يمكن صراحة لا يوجد أي شيء منبئ أو حتى ما في حاجة مستطبة أنه أنت تبحث عند كل الناس للبحث على هذا الشريان الشاذ قد يكون موجودة عند أي أحد لكن لا يعلم بوجوده إلا لا سمح الله في حالة حدوث نزيف هضمي طبعا الأشياء اللي ممكن تتساعد في نزيف هذا الشريان أو الحدوث النزف الصاعق هو إذا المريض عنده أمراض متعددة مثل الداء السكري الضغط الشرياني أمراض نقص التربية القلبية عمليات متكررة أو أحبثا إذا بيأخذ أسبرين أو مسكنات مثل البروفين الديكلون البروفيناك فهذه الأشياء ممكن طبعا بسبب تخريش في الطبقة المخاطية فيؤدي إلى نزف حاد للمميز صراحة في ديلفو الشغلة العجيبة فيه والغريبة أنه ما بيكون مترافق مع تقرح في الطبقة المخاطية ممتاز كيف المريض المريض طبعا لما يسيوه عنده نزف يطار عنده تكرا في البراز يتشوف في البراز المريض المريض هذا لما وصل لكم شو كانت حالته طبعا المريض كان لما وصل وصل برفقة أهله عندما وصل للقسم الأسعاف كان تقريبا بحالة يشكو من عياء حاد وشديد نوع من التقرب دواخ عدم القدرة على التوازن عراض عامة يعني تكون عراض عامة لكن ذكروا طبعا الشيء المهم ذكروا لأهل المريض أنه المريض حدث لده عنده في البيت نوبتين من أقياء دموي وخروجه استلعافه البراز السطوى أسود الأسعاد المشاهدين لازم يعرفوا أنه البراز الأسود عادة إذا أنت مش عم تأخذ حبوب حديد أو أحيانا الورقيات مثل الملوخية أو أشباهها يمكن تعملون أسود فلازم تتروح الطبيب لأنه الأسود قد يدل على نزيف جهاز هضمي صحيح فأطباء الإسعاف لما شافوا طبعا نوبتين إقياء دموي مع خروج أسوأ هي عالمة أو دلالة على وجوء على حدوث نزيف هضمي صحيح طبعا الإجراءات الأولية في الإسعاف بينما أخذوا عين الدم للتحليل أثناء الانتظار للعينة المريض حدث لديه نوبة إقياء دموي شديد في قسم الإسعاف كمية كبيرة من الدم حوالي تقريبا حسب أطباء الإسعاف حوالي نصف لتر حوالي 500 ميلي لتر من دم وبالتالي بعدها المريض بدأ بالتدهور بعد بدأ وعيد شوية يضطرب بدأ الضغط نزل لدرجة تقريبا صارت غير مقيسة وارتفاع شديد في ضربات القلب صحيح دكتور أبسلك شوية سؤال يمكن خارج الموضوع هنا في حد يقول لا يوجد مختص لعمل مرآي في مستشيات هيئة الصحة مع العلم بأن الجهاز متوفر في مستشفى دبي طبعا متوجد في مشفى دبي ومشفى راشد بتقنية عالية تقنية عالية صح لأن هذا اللي يقول الفحص مطلوب لبنتي من عام ومتوفر فقط في مركز خاص بتكلفة 25 ألف قد يكون يتحدث عن شيء آخر غير لأمرأي لأمرأي متوجد وبتقنية عالية وعندها طباء أشياء مختصين ونوية هو يتكلم عن كاردياك أمرأي بخصوص القلب فقط أتوقعنا موجود موجود في مشفى دبي وحسب راشد بعد كذلك في مرأي موجود بس يم هو يتحدث عن بروتوكول خاص قد يكون في مشفى دبي هو ستيتي عشان تصوير الأوية الأكلية في القلب طيب على رطاري الأجهزة خلنا نتكلم عن التجهيزات الموجودة والتقنيات الحديثة المتوفرة عندكم في القسم طبعا شكرا للسؤال نوجه شكرنا للطاقم الطب الكامل في طوارق قمش فراشد وقسم الإنعاش طبعا بادروا فورا لفتح خطين وريديين نقل السوائل والدم وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي طبعا خبرونا في اللحظة الأولى اللي صار في عنده نزيف دم بكمية كبيرة وبالتالي احنا اخذنا احتياطاتنا جهزنا غرفة التنظير حوالي ربع سالة عشرين دقيقة هذا المريض اخذ حوالي ثلاث ساعات طبعا صعوبة حتى اجراء التنظير وهذا طبعا السبب انه انت دائما بحاجة مركز مختص وكفاءات عالية انه لما ندخل المعدة ملاقي نزف صاعق وحد صعب انك تكتشف المعدة مع وجود الدم تماما في جلطات كبيرة في المعدة طبعا قطر المنزار حوالي واحد سانتي فتتخيلي اندو قطر الجلطات اللي تكون في المعدة حوالي دقيبا عشر على خمساش رضا في قطر المنزار وبالتالي الوصول الى مركز النزف او مصدر النزف والتعرف عليها لو قرحة او دلف وهو هذا الصعوبة وبالتالي نضطر نلجأ لمناورات عديدة اثناء المنزار نضطر نغير احيانا المناظير نضطر نعمل عمليات سحب للدم من المعدة فليش طبعا احنا منصر انه يتم الموضوع بالتنظير لانه اذا فشلت عملية التنظير وبالتالي الخيار التاني هو قص المعدة الكامل لازم مريض يدخل ع غرفة العمليات وبالتالي طبعا المريض اللي بتعرف لما يكون مضطرب الضغط والنبض عندنا موازن للمنفعة وللسلبيات يعني نشد المعدة بالكامل عشان احافظ على حياة المرض لما يموت ممكن يعيش من غير معدة بس لو ما طبعا خسارة لأهله عشان طبعا بس عشان كده نجاح المنظار يعني المريض الحمد الله استعاد حياته استعاد وعي وصحته الكاملة بس ما يخصر شي يعني ما كان في عمل جراهي كان عمل تنظيري فقط وطبقنا احنا ملقط معدني على مكان الشريان محق مواد مقبضة وبالتالي الحمد لله بفضل الله يتم النجاح وكان طبعا فرحة انه عادة نفرح مش لانه انجزنا هيك عمل لانه فعلا المريض تكون فعلا انقذت حياة هل مادم المريض صار عنده اول احتياطات للمريض يعني هالمريض احتياطات للمستقبل لانه طلع حينك شفتوا عنده هالمتلازمة طبعا هو الاحتياط الاول احنا كونه بالمنظار عملنا تطبقنا ملقط معدني على الشريان فالشريان خلاص تم مسكو يتم وقضعه في الأسر بما معناه فننصح المريض عشان ما يتم تخريش لجدار المعدة أو الطبقة المخاطية انه يتجنب طبعا ادوية معينة مثل تعرف الاسبرين اذا ما كانت طبعا المستطبب يفضل تتجنبها المسكنات العامة مثل الديكلون البروفين الكتفلة طبعا ياخد بس مسكنات السيتامول او المشتقات البرسيتامول يحاول بتاعد عن الاكل السبايسي شوية او الحار وطبعا منخبر احنا اهم حاجة انه انت في حال تلاحظت اي علامة علامات النصر الهضم انك تراجع فورا اقرب مركز صبي لانه النصر يكون صائق جدا طيب دكتور بما ان انا سألتك عن التجهيزات والتقنيات الحديثة وما عندنا وقت وما جاوبتني فسامحني حينما انخلص معاك اللقاء لانا ما اطلع فاصل دكتور احمد محمد اختصاصي امراض الجهاز الهضمي والكبد بقسم المناطير المستشفى راشد نحن شكرين لك هذا التواجد تمنى لكم التوفيق وكل الشكر على الجهود اللي انتم تقدمونه في الحفاظ على صحة العملاء شوف فيتش الدكتور حاطة الأوراق في ويه ليش اقرأ قالت ويه صبورة مثلا عموما فاصل مستمعينا بعد الفاصل ما ننتقل ان شاء الله ما نتحدث عن موضوع شيق وجميل عن عيادة شلل الرعاش بمستشفى راشد بيكون معانا الدكتور سهيل الركن استشاري امراض العصاب بمستشفى راشد فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا نرقام التواصل معنا 600 551414 ورسائل نصية على 4006 صحة وسعادة سيد الله وقاتلكم مرة اخرى مسمعينا الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج التي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوترشن إذن يعني بداية الحلقة كنا نحن نتكلم عن دراسة طبية تؤكد أن التدخين الحامل يؤثر في صحة أحفادها وخصوصا خطر التواحد حيث أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى أن خطر التدخين في أثناء الحمل لا يختصر على صحة اللوم وحدها بل يمكن أن يؤثر في صحة أحفادها خصوصا بالنسبة إلى خطر الإصابة بالتواحد وقالت مساعدة معدة الدراسة جين جولدين من جامعة بريستول نحن نعلم أن وقاية الصغير من دخان التبغ من أفضل الأشياء التي تستطيع الأم تقديمها له ليدأ حياته بشكل سليم ووجدنا في دراستنا أن عدم التدخين في أثناء الحمل يمكن أن يمنح الأحفاد بداية أفضل للحياة وتفحص الباحثون بيانات لأكثر من 14500 طفل وولدوا في بريطانيا في أثناء التسعينيات من القرن الماضي ووجدوا أن البنات اللواتي دخنت جداتهن في أثناء الحمل واجهنا زيادة في خطر التوحد بنسبة 53% كما كنا أكثر عرضة بنسبة 97% لأن تظهر لديهن أعراض ترتبط بسمات التوحد مثل ضعف مهارات التواصل الاجتماعي وأنماط السلوك المتكرر وقال الباحثون نتعرض إلى دخان السجار في الرحم يمكن أن يؤثر في تخلق بويضات الجنين الأنثى ويؤدي إلى تغيرات قد تؤثر في تخلق أطفالها في نهاية المطاف وتقدم هذه الدراسة سببا جديدا فالنساء اللواتي يدخلن في أثناء الحمل يضعن أحفادهن في مواجهة خطر الإصابة بطفيف في الطراب التوحد حتى إن كانت هذه الزيادة في خطر في الخطر بسيطة جدا الحين ما شاء الله يشوف يعني وائد أشياتي يرجعونها للتوحد ترى مثل ما قلنا محمود لما يكون توحد ترى بشكل عام يتبع تشخيص حديث يعني ما مو بتشخيص صالح 20-30 سنة حديث فتلاقي أسباب المسببة غير واضحة تماما فتلاقي الدراسات تكون من جميع الجهات بعد فترة راح تلاقي لأن تكون دراسات منظمة أكثر الأسباب معرفة أكثر فعشان أنه شيء جديد يعني التوحد له علاقة بالمخ صحيح صحيح أيوة هو العلاقة أصلا بعمل المخ أنا حينما نتكلم عن واحد من ديكاترة أفضل ديكاترة المخ أي دكتور سيل الركن موجود معنا في السوديو صباحك الله بالخير دكتور صباح النور والسرور نور للسوديو دكتور الله يرضى عليك يا مرحبا دكتور سيل استشارة أمراض الأعصاب بمستشفى راشد نحن نتكلم عن استحدات هيئة الصحة بدبي مؤخرا عيادة متخصصة للتشخيص وعلاج ومتابعة مرضى الشلل الرعاش اللي يعد من أمراض اللي تصيب كبار السن في الغالب وتظهر أعراضه عادة بعد سن الخمسين وتزداد نسبة الإصابة بالمرض في المراحل المتقدمة في العمر طيب دكتور يعني هناك بعض المشاهير اللي أصيبوا بهذا المرض عشان بس نسهل على المستمعين اللي ما يعرف الشلل الرعاش وبالضبط هو نفسه اللي كان الله يرحمه محمد علي كلاي يعاني منه صحيح نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله مرض الرعاش هو يسمونه مرض باركنسون اسم المشهور له من المصابين به شكل ما ذكرت استاذ محمود اللي هو اللعب الملاكمة الشهير العالمي الله يرحمه محمد علي كلاي أيضا من المصابين به ياسر عرفات كان من المصابين به أيضا كان ريغن الرئيس الأمريكي السابق وناس مشهورين كثير كانوا مصابين بهذا المرض فالمرض يصيب جميع الأعمار حقيقة عادة في الأعمار لفوق 50 سنة إذا سألت قلت دكتور رسيل شو تعريف المرض إيش هذه مشكلات الرعاش أنا يا ابن في دكتور رسيل روح يسل عمر يقول إذا سألتني أنا بجاوب فهو مرض عصبي يتميز بالطرابات في الحركة والمشي بسبب فقدان العصبونات أو الخلايا العصاب المنتجة لمادة الدوبامين في جذع الدماغ فتؤثر على التوازن تؤثر على الحركة وبنتكلم عن هذا أيضا عادة يصيب الناس اللي أعمارهم فوق 50 سنة ونادنا ما يصيب الناس اللي أعمارهم 30 إلى 40 سنة يعني شو أسبابه بشكل عام دكتور أسباب التسعين بالمئة منه مجهول السبب أسباب غير معروفة يعني محمد عليكلاي السبب اللي أصاب بالباركنسون هي اللي سميحة اللكمات اللي كان يأخذها فسببت خلل في إنتاج الدوبامين في الدماغ أما الشخصين الثانين الذكرناهم مجهولات السبب عشان كذا ظهرت في أعمار متأخرة لهم مقاعدة عن محمد عليكلاي اللي بدأت في الأربعينات في حقيقتين في 10% معروفة الأسباب لها أسباب وراثية في خلل جيني أو طفرة جينية تكون يتوارث الشخص تصيب بالباركنسون في أعمار الثلاثينات والاربعينات في بعض الأدوية إذا أخذاها المريض ممكن تسبب لباركنسون أعراض الباركنسون مثل شو؟ في أدوية خاصة الأدوية النفسية أنواع منها حقيقة ممكن تسبب الباركنسون في بعض أدوية الصرع ممكن تعطي أعراض للباركنسون والخشونة في أمراض مشابهة نسميها أمراض متلازمة الباركنسون ولكن هي ليست باركنسون الجلطات الدماغية الصغيرة نسميها فاسكلار باركنسون ممكن أنها سبب أيضا باركنسون ولكن 90% مجهولة السبب حقيقة الآن دكتور سامحيني دكتور أنا أريد أن أسأل عن مسألة أنت ذكرت كل هذه والأسباب تكون 90% منها مجهولة طيب كيف أنا أقدر أقي نفسي أني أنا مثلا أوصل أحسيت السؤال بمحمودول كيف أحمي نفسي ذنب وشي مجهول دكتور سيد بس عشان تعقيمنا على سؤال محمود في دراسة طلعت من زمان أتقول لك واحد من أسباب الباركنسون الناس اللي لا يستخدمون عقولهم بشكل مستمر بس لما تقارن هذه الدراسة بالناس اللي إياهم باركنسون هما ناس عقولهم كانت شغالة بشكل عام مثل ريغان، كلاي، المشاهير كان أشخاص دائم يتفكير فكان يقولون لازم يحافظ على عقله نشيط لتقليل خطر إصابة باركنسون سؤال جدا جميل اللي نسأل كيف نقي نفسنا من الباركنسون أو المرض الرعاش رقم واحد بما أن السبب مجهول فالوقاية تكون عادة مجهولة بس حصلوا في دراسات كثيرة إن ممارسة الرياضة التحكم بالثلاثي المضر اللي هو الضغط، السكر، أمراض القلب جميل؟ هذه حصلوا أنها تقلل الإصابة بالباركنسون والخرف أيضا بحوالي 50 ممئة أستاذ محمود ودكتور ندا رقم اثنين حصلوا أن المدخنين مرة ثانية عن الحوامل حصلوا أن المدخنين يصابون أكثر بالأمراض في الأوعية الدماغية والتي تقلهم عرضة أكثر للباركنسون ديزيز حصلوا في دراسات حديثة أن الميديتيريان دايت اللي هي البحر الشرق أوسطي الشرق أوسطي اللي هي الخضرة وزيت الزيتون وكذا أنه تقي من مرض الباركنسون والألزهايمر اللي هم يعتبرون نفس الأمراض جميلة هل هناك عراض من الصغر تبين أن في المستقبل سيصاب الإنسان بالشلل الرعاشي؟ سؤال جميل جدا حاليا لا يوجد هذا الشيء فيه دراسات حاليا موجودة في مراكز بحثية كبيرة في أمريكا وأوروبا على مواد بروتينية نسميها ألفا سيونيكلييت هذه تدخل في الدماغ كان عندنا باحث على مستوى عالمي حقيقة دكتور عمر الأجنف بروفسور في جامعة الإمارات يقوم على هذه الأبحاث لدراسته والتوقع منه الشخص اللي ممكن يصاب به الباركنسون ديزيز حصلوا في دراسة جدا ممتعة كندية أن يوم يولي مرض الباركنسون وسئلوهم أسئلة عن أعراض قبل 20 سنة يمكن كانوا يعانون منها هذه أنا ما خوف الناس ولكن هذه الدراسة لردنا على سؤالك حصلوا أن الناس اللي يفقدون حاسة الشمس وعرضتهم للباركنسون أعلى من الناس اللي يشمون إلي فقدوا حاسة الشم الشم فحصلوا عند الناس اللي مصابين بالباركنسون وعند واحد من الشباب ليلى مول ما يشم يمكن يكون عنده التهاب الجوب الأنفي يعني هي نعمة ومو بنعمة لأن ذاكري يوم عند شغلة في السيارة يمكن صالها شهر كامل وما يشم وما يشم الريحة ريحة السيارة الله لا يوريك دكتور كنت أبغي أخذ تاكسي هذا رقم واحد رقم اثنين المساكل المزمن حصلوا المرضى اللي يصابون بالباركنسون قبلها بعشر سنوات 15 سنة يعاني من المزمن حصلوا سبحان الله أن هذه المشكلتين في الأنف وفي الأمعاء موجودة خلايا الدوبامين اللي تبتدي تموت أول شيء هناك عقب تبتدي بالضمور في الدماغ نعم ممتاز طيب دكتور بما أننا نحن نتحدث عن هذه العيادة اللي تم إنشاها عيادة متخصصة لأشياء الرعاش خلنا نتكلم عن الخدمات اللي أنتوا تقدمونها في مستشفى راشد بخصوص هذا المرض ومن خلال هذه العيادة جميل الحمد لله على النعمة اللي إحنا موجودين فيها أننا بدنا نقيم عيادات متخصصة في أمراض نادرة تعتبر ولله الفضل عنا عيادة سبوعيا في حية الصحة مستشفى راشد هي عيادة الضطرابات الحركية والباركنسون ديزيز هذه العيادة يراجع أكثر من 200 مريض للباركنسون ديزيز مصابين وعنا حوالي 200 مريض ثاني مصابين بالأمراض الحركية الأخرى العيادة يقوم عليها أطباء أعصاب متخصصين في هذا المجال يتم التعامل مع المرضى بحرفية وبروتوكولات عالمية حقيقة من الأشياء المميزة في هذه العيادة أن جميع البروتوكولات المعتمدة تم تطبيقها في مراكز بحثية عالمية يتم استخدام أحدث الأدوية العلاجية لديهم أحدث الأدوية مش فقط الحبوب في الباتش اللي هي اللسقات هذي يوميا لكبار السن لأن أغلبية المصابين أعمارهم كبيرة فتكون عندهم أعداد كبيرة من الحبوب ما تجلسة تعالجون أحنا نعالج حقيقة أو تخففون أعراض شفاء ما في وإنما في علاج والعلاج مش هو علاج ضغط أنك حب تأخذه مرة في اليوم لا يختلف تمام باركنسن الباركسن مريض باركنسن الأدوية اللي يأخذه ممكن يأخذه أربع خمس مرات في اليوم بشكل متواصل يحتاج أن يعرف متى يأخذ الدوة وكيف يأخذ الدوة مش فقط حب أنك تعطيه كذا فشكل ما قالت في حبوب أنواع مختلفة في لزقات نستخدمها لآن جبنا إبر لأول الصباح ينشي المريض ما ما أخذ دويته طول الليل في يوم ينشي يكون مثل الخشبة ما يقدر يتحرك فهذه الإبرة تخليه ينقز من فوق السرير يسوي حركته إلى ما يأخذ دويته من الأشياء إذا هو دكتور مبراي متحركة فهيأخذ الإبرة الإبرة جدا بسيطة التصلب يكون أساسي في الجسع جدع إذا ما يقدر هو يأخذ الإبرة المرافق له ممكن أنه يعطي الإبرة يعطي الإبرة طبعا بعد إصابة بباركسون بخمسة السنوات هذه من الأدوية الحديثة جدا حقيقة في عندنا بعض المرضى حاليا مش مطبقة ولكن نحن نقوم بتقييم المرضى اللي هو سميها اللي هو زراعة النابض الدماغي تحفيز سوي تحفيز للدماغ نعم فهذه قطارية صغيرة تركب داخل قلب الدماغ أيوة داخل قلب المخ ليعطاها تحفيزات للباركسون بيشن لدينا حاليا أربع مرضى هل تسوون أنتو؟ لا نحن نقوم بهذا يحتاج للمراكز متخصصة جدا جدا رقم الثنين يحتاج أن يكون عندك لود بيشن يعني عدات كبيرة في السنة يحتاج شهريا أنك تسوي 105 إلى 6 مرضى وهذا يحتاج عدد سكان كبير نحن نسوي البروتوكالات هنا نتم تشخيص المريض عمل الإجراءات كلها صحيحة له ثم تحويلها إلى المركز المناسب والحقيقة موفرة هذا لجميع المواطنين اللي يحتاجون مثل هذه العمليات صحيح يبعثونهم لمراكز مختصة خارج الدولة خارج الدولة ممتاز جدا طيب دكتور تفضلي دكتورة لشكل ما قلنا في الباركنس مجهول السبب ولكن في مشابهات الباركنس اللي تكلمنا عنه العشرة بالأمية هذه قد تختمها الجراحة مثل شو دكتور سهيل مرات يصيب المريض النزيف دماغي يعطيه أعراض الباركنس في عزالة هذا النزيف عندنا تجمعات سواء اللي تكون في الدماغ فإحنا نسميها باركنسون بلس فهذا التدخل الجراحي اللي تكلمنا عليه البطارية أو المحفزات الإلكترونية هي عبارة بطارية بيسميكر تركب في جذع الدماغ هذه جراحيا تعمل أيضا هذه أحدث الأشياء اللي توصل لها الطب حاليا في آخر عشر سنوات متوفرة في حيات الصحة حاليا طيب شو موضوع النقاش نحن نتكلم يا جماعة الخير اليوم عن الشل الرعاش ومستشفى راشد يعني أسس لقسم خاص بمرض الشل الرعاش هذا الدكتور مختص الاكتئاب وعراضه ومسبباته والأدوية المتسببة له ولا في حلقة ثانية في حلقة ثانية إن شاء الله في حد كان يسأل دكتور عن التوحد يقول إنه مرض عصبي هذا هو مرض عصبي هو خلل في العصاب ولكن في تطور الدماغ يعني من الأشياء اللي تطور الشكل ما ذكرت الدكتور الندى سابقا عندنا في شيء نسميحنا أفامراي هذه أعزائي المستمعين تقيس الأشياء المغناطيسية هذه التقيس اللي إحنا نسميه النشاط الدماغي أنه فقط أن تتصور الدماغ على مستوى الخلية والنشاط حصلوا أن أوتزم أو اللي عند التوحد عنده مشكلة في هذا المستوى عادة التوحد يعالجون أطباء النفسية متخصصين في ذلك أنا هنا أبغي سأل سؤال بعد شوي عن الشل الرعاش دكتور يعني نمط الحياة تغير بشكل كبير عن عن السابق هناك التكنولوجيا تقريبا تدخل فيه الكثير من مناح الحياة عندنا وشفنا يعني نشوف في البيوت يعني هذا يعني بين هل طفل عمر السنتين ماسك الآيباد ولا التيلفون وقاعد يعني يدخل مواقع ويديش يشغل أغاني ويشغل ما أدري كذا هذا سنتين عمره فأبارك الواحد كل ما كبر كل ما كان تعلق بهذه الأمور بشكل كبير أذكر نحن يمكن على الجين لكن على بلايستيشن أو بعض الألعاب أكترونية هذه اللي كانت يعني تاخذ يعني وقت كبير من عندنا وتفكير وحتى الواحد يعصب أحيانا يتشنج فيه فأبارك الحين سؤال جدا جميل أستاذ محمود ممكن يؤدي هذا اللي شرع لا ما يؤدي ولكن يؤدي إلى اضطرابات حاد مستقبلين لدى الأطفال هذه في دراسة عملوها في أمريكا على ألف طالب وطالبة بين أعمار 12 إلى 13 سنة يابوا ألف طالب وطالبة يستخدمون الأجهزة الإلكترونية اللوحية أكثر من أربع ساعات في اليوم ويابوا طلاب ثانين ما يستخدمون هذه إلا لمدة ساعة حصله بعد متابع لمدة خمس سنوات الاضطرابات العقلية والاضطرابات الاجتماعية والاضطرابات النفسية والعنف الفردي يكون جدا عالي لدى من أستاذ محمود لدى هذه اللي يستخدمون الآيباد معنهم صغار حصلوا في الأطفال في دراسة ثانية في بريطانيا أن العنف اللفظي والحركي لدى الطفل اللي يستخدم الآيباد أكثر من الثاني يعني أنت تقول أنا بعطيه الجهاز عشان شو يهدر بس أنت في الحقيقة تخليه معتمد على هذا فإذاية الأم أو الأب يأخذون الجهاز يتحول الطفل إلى الطفل الشرس يعني يسي مثل مدمان عند الطفل يعني كنت سحب منه المادة المخدرة مالتاة فعلا يستوي ويصيح ويزع يرفض يأكل أنا عندي مكان واحد من الأماكن المقدسة عندي لأنام فيها دكتور الحلاق توني تي باخذ السنة هذي هو أي حلق ولا تي أم مع ولدها وجلبول الحلاق فوق تحد ما خلو يرقد محمود ما خلونا يرقد لكن أشاهد وين إنه عشان السكتة تحط له الآيباد يسكد ما بيتكلم يودي الحدا ما بيحرق رأسه بيكون طابد فهذه حتى في المستقبل العلاقات الأسرية يكون والاجتماعية تكون مضروبة تفضل لا محمود يقول أنا عندي فايبرومالاجيا فايبرومالاجيا هل لها علاج وهل عمود الفقري من أسباب هذا المرض هذا من الأمراض المزمنة حقيقة اللي يحتاج إلى تشخيص من أطباء متخصصين في هذا المرض أنصح الأخ بمراجعة العيادة للعصاب أو الآلام المزمنة لهذا الأمر ليش طيب الطفل يصير مضطرب 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 قريته مضطرب أول ليش يصير مضطرب مع استخدام الآيباد لفترة طويلة أو الجهاز اللوحي هذه تشتغل حصلها في الدراسات على مستوى الهرمونات اللي في الدماغ تسبب خلل فيها نحن نأخذينا جداً بسيطة ولكن هي تبني آدات وسلوكيات وتشتغل على مستويات الخلايا أن الموصلات تكون فيها مشكلة دكتور سيل طبعاً مثل ما ذكرت أن نوصف أدوية للمرضى هو شفاء ولكن كالذلك المختصر ممكن يقول كيف استجابة المرضى للأدوية هل فعلاً يرجع وطبعاً الهدف الرئيسي الإنسان نرجع لأحيات الطبيعية يمارس حيات اليومية بشكل طبيعي قدر المستطاع فبكم النسبة يرجع لأحيات الطبيعية مع الأدوية ومع مرض باركنسون نرجع مرض هل المرض هذا مرض متقدم يعني شو متقدم يبتدي خفيفة عراضة ويزيد على مدى عشر سنوات المريض وصل لأعلى مستوى مشاكل من باركنسون هدف الأدوية هي تقليل هذه الأعراض يبتدي بأدوية خفيفة ومع الطبيب المعالج الصحيح يزيد استخدام هذه الأدوية الهدف مرة ثانية هي كم نقدر نخلي هذا المريض عايش حياة طبيعية مع الأدوية كم هذا يستمر عندي مرض مستمر عشر سنوات اثناش سنة وعايش حياتهم طبيعية موظفيين مدرسات مسؤولين وحياتهم طبيعية ممتاز يعني دكتور من أنت بس سولنا شي تحطونا في مخنا هذا موجود خبرتك أن يعالج تماما ممكن حتى الممر ريمالي لا شوفه في الأفلام هذا يباله نظرت مستقبلية محمود أنا شفت حتى في في متحف المستقبل كانوا عاملين بعض الشغلات على هذه الشاكلة وحتى منو يزود فيها شركات اتصالات كانوا حاطين شركات اتصالات يلي يزود في المواضيع للعلم فقط الخلايا الدماغية أستاذ محمود إذا يترصيت للشخص الواحد في عمرك وخليت عدان بعض تلف الأرض أربع مرات ما شاء الله في عمري أنا فأنت يحتاج لك إلى مهول جدا أن يستطيع يجاري هذا العضو الذي وزنه 1.5 كيلو ونص يحتاج لك مبعمارات مدن تبنيها لكي تخزن المعلومات والرام التي موجودة في دماغ الإنسان هذا الحين الدكتور إن شاء الله سنعلم المستقبل يظهر بس يومني نتذكر المعلومات أنحسنا مخنا مثل بالعامية فاضي كأنا ما عندنا معنومات ما نتذكر كل شي بس سبحان الله هو مخزن موجود في مهم طيب منورين الشاشة ما شاء الله شكرا لك يقال إن كثرة استخدام الأجهزة يمكن يضر عصاب الطفل ونحن وصلنا إلى إن شاء الله ما شاء الله الكل في السوديو يقول يخلص وخرجنا عيس عموما شكري لك ما شاء الله دكتور دائما الوقت يمر معك بسرعة دكتور سيل الركن استشاري دكتور استشاري أمراض العصاب بس شفراشد أو لديك ثاني بعد نعم بس استشاري أنت بعد رئيس رجلت الأبحاث في هيئة الصحة رئيس رجلت الأبحاث في هيئة الصحة أنا شكري لك دكتور تواجدك معا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأيضا أيام العمل بالنسبة العيادة كم يوم كل يوم اثنين كل يوم ثلاثة كل يوم ثلاثة في مستشفر مستشفر عشر صباح نعم الساعة السابعة ونص إلى هنتي ونص شكرا لك دكتور سيل شكرا لك دكتور ندا شكرا لكم جميعا استعناسوا إياكم الله مهلا شكرا شكرا يلا مع السلامة يلا إلا نلقاكم غدا شو نقولهم حتى نلقاكم غدا المستمعين كرام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي